السلام عليكم ازايكم جميعا اهلا بكم في بودكاست ولاد ربيع في ال اي ار انا دكتور مصطفى نيك نائب الجراحة العامة في مستشفيات جامعة انتشامس والشفكس كيوت في افسر اللي الجامعية البعثية لطلاب طبيع انتشامس عند جانب بير حوست طبعا كلكم عارفين من ده دكتور ربيع الشخصية اللي احنا كلنا حبناها في مسلسل كبير اوي بس ان الحمد لله ان الشخصية دي مش حقيقية لانه مش بمارس الطباء على اسس علمية صحيحة ولا بيستخدم في علاج المرضى قبل ما نبدأ هنشرح لكم البودكاست بتاعنا هيمشي ازاي البودكاست بتاعنا هيتعارض مرة كل شهر في النص الاول من البودكاست هنستعرض مع بعض حالة مرضية من ابتر عشر حالات بتيجي الاستيبال وهنشوف ازاي دكتور ربيع هيتعامل معها بطريقة خاطئة بعد كده كتر طبيع الشمس هتعلمنا ازاي نقدر نتعامل مع الحالة بطريقة علمية صحيحة باستخدام احدث الجايدلاينز والبروتوكولات حولنا ان احنا قدم لكم المعلومة بطريقة يكون فيها انترتينمت عشان ما تزهوش بس هيكون فيها كل النقاط الاساسية والهمة جدا واحدث الجايدلاينز في النص التاني من الحلقة هنستطيع بباحث عدمي يكون نشر موضوع ريليتد لنفس موضوع الحلقة بتاعنا عشان يقدر اجابك على كل استفسراتكو ونقدر نشتغل مع بعض على ملتي سنتريك ريسورش ونطرخي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر